تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 410 قضايا تنمونية بمضبطات بلغت أكثر من 55 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7.5 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية للسلع الغدائية تم ضبط أكثر من 47 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا من بينها 120 قضية خبز ناقص الوزن و118 قضية خبز غير مطابق للمواصفات